اشتركوا في القناة المتابعات مجلة 24 في مدينة العيون هذا البيت الحي والمباشر الذي من خلاله مجلة 24 تلقى الحدث عودة شركة أوزون تدبيل مفوض خاص بالنظافة بعد توقف دام حوالي 7 أشهر بمعدات نرصدها لكم بعدسة مجلة 24 وعشرين المعاليات جديدة هل مصحول كامل شاحنة لحفرية وكذلك لنقل النفايات نقلنا لهذا البث ودائما في إطار نقل الصوت أو نقل الصورة من عين المكان في إشارة على أن انطلاق هذا الأسطول وبداية أشغال شركة أوزون في العيون التي ستنطلق يوم غد الأربعاء الثالثة وعشرين من دجنبق والتي ستعطي الانطلاق الرسمي لبداية هذا استغال شركة أوزون العيون خصوصا من بعد الشد والجذب والانتقاد الواسع من بعد تركوا الأزبال في شوارع وزقة مدية العيون لمدة سبعة أشهر كان على إثرها كان على إثرها تحرك المجلس الجماعي وتجنيد الأسطول من أجل أنها تبقى دائما مدينة العيون في جو نظيف للمعيدات وآليات شركة أوزون العيون التي نحاول أن نقلها لكم بالصوت والصورة كما ترون كذلك هذه الخاصة بتنظيف الشوارع والشوارع والتي هي عبارة عن دراجات عوائية مزودة بحاويات من هذه الخاصة التي تشوفها هذه الخاصة التي تشوفها من هذه الخاصة التي تشوفها اشتركوا في القناة اصطول كامل معدات جديدة من شركة اوزول العيون والتي يتوفر على مجموعة من الاليات التي صراحة على انه في مدينة العيون لم يسبق لنا مشاهدتها مثل هذه الدراجات الهوائية والتي نعتبرها سابقة لانها صديقة للبيئة اشتركوا في القناة هذا البث الحي والمباشر بهذا الاسطول اللي غايتا نعطى الانقلاقة ديال بداية الاشغال دياله يوم غد صباحا في عقد مواقع ما بين شركة اوزول و المجلس الجماعي جماعة العيون يمتد لمدة سبع سنوات بدفتر تحملات والتي يتوفر كذلك على هذه الاليات اللي كتشوفوها من الجيل الجديد والحديث خصوصا على انه يعتبر اضافة نوعية في هذه الفترة الانتحياتي لكم على ما اللقاء بكم في بث حي ومباشر ان شاء الله الرحمن الرحيم دائما سنكون على تواصل واتصال مدينة العيون احتسر احتسر